خمس سنوات عجاف مرت على احتلال الموصل من قبل الغربان السود الذين تركوا وراءهم مدينة مدمرة مثقلة بالجراح ثكالى وأرامل وأيتام وبنى تحتية مدمرة نتيجة الحرب التي دارت رحاها لطردهم دخول داعش الإرهابي للمدينة شبهه الموصليون بالغمامة السوداء أو ربما كان ذلك اليوم نهاية العالم احتلال داعش الإرهابي ذكرى تثير الشجون لدى أهالي الموصل فقد شاهدوا المآسي بأم أعينهم بطش وتجويع وظلم التاريخ كان عبارة عن غمامة السوداء هو أشبه بنهاية العالم يعني شف نظيم كنا على ثقة اليهود ما أتمنى له والله العظيم دمر تهجير قتل ذبح مأساة العالم ما تعفز بتطوتش كان يوم فعلا يوم أسود يوم مشؤوم العالم ضاقت الأمرين كله ظلم طل نطلع بظلم ننزل بظلم نطلع من دوامة ننزل بدوامة العالم ما لقت آخر يوم ما تلقي لقمي تاكله هذا الإجرام بعينه دمر علينا يوم ما ينوصف يعني يوم ما تلقي يعني الناس ضحايا دمار أهل المدينة دمار الأيمن بالذات الأيمن بالذات يعني هما هو داعش عليه جاء جاء دمار هاي الناس يعني ما جاء ديفيد الناس هو ما جاء بس على الحكومة جاء حتى على المواطنين على المدنيين جاء دمرنا دمار هلك الناس هلك بيوتها دمروا وهذا الجانب بكملوا حاسبون الناس دمروا الناس ما بس حاسبوا الناس حاسبوا النساء حاسبوا الأطفال حاسبوا الرجال حاسبوا جماعة الدين ما خلوا الشخص ما حاسبوا وبحاسب الأهالي فهم خرجوا من ضيم وقهر ليدخلوا في غيرها فمعاملاتهم ورواتبهم متوقفة وهم يعانون وما من أحد يلتفت إليهم من بعد ما اتحررنا من بعد ما اتحررنا أنه بيجاء نظيم بعد زياد ضيم المعاملات ضيم الغوح وجيب وختم وطلع ونزل الله وكلك هاي معاملنا الوالدي صالي سني وأربعة شغنة أنا عاد أشتغل بها ما شهدت الوفا دفنانه بالاقلعات وتوفى وقد داعش لأني قبل ما نتحرر بخمسطعش يوم موتت ربه هو لا موتت ربه مات بس ما ماتوا هذه ماتوا من جوع الله وكلك قمنا ناكل حنطة الله وكلك حالنا حال الطيغ الطيغ ناكل حنطة نحن ناكل حنطة سنوات مضت على سقوط المدينة بيد الإرهاب وما تزال هناك أضرار كبيرة ودمار هائل كشاهد عيان على المجازر التي ارتكبها التنظيم في الموصل بحق المدينة والمعالم الحضارية والجوامع والجسور والمجمعات الصحية وآلاف المساكن المهدمة إلى جانب آلاف الضحايا والمفقودين عدى النازحين الذين لم يعودوا إلى أطلال ديارهم وجثثاً لا زالت تحت أنقاض المباني وعلى الطرقات في المدينة القديمة الموصل مدينة عراقية تحتاج لبعض الاهتمام